اشتركوا في القناة اين العروبة ماذا تريد من العروبة وماذا تريد من الحقاء وماذا تريد من هؤلاء هالها أولاء يملكون الرزق ولذلك عندما اعتمد هؤلاء على على من يموت وعلى الفقراء ذلوا نسى الله عreditه السلام اين حكام العرب ماذا تريد من حكام العرب اش تريد منه بشر وتوكل على الحي الذي لا يموت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق واشكروا له إذن هذا الذي يطرع على بالك هذا من التعلق بغير الله وهذا الذي تسمع في الأخبار أحيانا بالخط العريض أين حكام العرب أين العروبة أين كذا ماذا تريد بينهم جاء ركب بعد الهزيمة في أحد أرادوا السفر فرأهم أبو سفيان قال إلى أين قال إلى المدينة قال أخبروا محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه أننا نعد العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقضي عليهم ونستأصلهم هزيمة ونقص عتاد وعدة جاء الركب إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قريش والأحزاب ماذا صنعوا الذين قال لهم الناس الركب إن الناس أي قريش والأحزاب قد جمعوا لكم جموع وجيوش ماذا تصنع أين حكام العرب أين العروبة لا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فرخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش على الفور بأن يتجهد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حدود المدينة ينتظر قدوم أحد ما قدم أحد من صرفهم الله سبحانه فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إذن ما يمكن أن نتعلق بالحكام أن نتعلق بالوزراء بالأمراء لا تطلب الرزق إلا من الله